يعني من رحمة ربنا بينا في شهر رمضان الكريم أنه جاي فيه يعني طقس ولا هو صيف ولا هو شتة نقدر نقول يعني ما بين الربيع كده يعني انتني كويسة إلى حد ما وإن كان فيه تقلبات في الجو بالنسبة لي هو حر شويتين برضو فعلا؟ أنا بتوعي الشتة الجو سعادة الليل معقول بالليل ثم تيجي نشوف هالة وعندما التقصير هالة ده التقصير طيب هروح بالوقت لزميلتنا هالة ونعرف منها أخبار التقص هالة شكرا يا منا شكرا يا عبدالصمت هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وهتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال السعيد حار على جنوب سيناء وجنوب السعيد بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء فيه فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية بيؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم قضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير دكتور منار صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بكيفا أهلا بحضرتك دكتورة منار إيه أخبار التقص النهاردة وهل في مناطق هيكون فيها فرص أمطار بالفعل إحنا اليوم هنشهد انخفاض في دربات الحرارة لأن احنا أمس كنا بنشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وسجلت العظمة بالأمس على القاهرة الكبرى 27 درجة مقوية خلال فترة النهار لكن ده كان ارتفاع مؤقت اليوم هنبدأ نتأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها بالإضافة 8 امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وهيساعد على الاحتاس بانخفاض دربات الحرارة واليوم متوقع الأزمة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار سيكون 22 درجة مقوية فطبعا هنحس بي الأجواء الربعية مائلة دافية شوية بالنهار ولكن بالليل برد بالفعل خلال فترات الليل بيحصل انخفاض منخفض دربات الحرارة خاصة كمان إن احنا اليوم هيكون في نشاط رياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة فأغلب مناطق الجمهورية نشاط رياح دايما بيساعد على احتاسنا بالخصصات دربات الحرارة فترة النهار وأيضا كمان فترات الليل فهنحس أكتر بالبرودة خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخذ فترة الصباح الباكر الأجواء معتابلة فترة النهار على المناطق الساحلية مائلة للحرارة على المناطق الجنوبية اليوم كمان مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة هيكون فيه فرص لسقوط الأمطار بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط سواحنا الشمالية وشمال الوكس البحري لكن هي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية ممكن للحصة في أماكن والأماكن الأقصى كمان مع نشاط رياح يكون في تراب شديد في حركة الملاحة البحرية خاصة اليوم على البحر المتوسط ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 متر وغير مؤثرة تماما لأي أعمال في بملاحة بحرية اليوم كمان في تراب ملاحة بحرية في خليج السويس ارتفاع الأمواج بيوصل في خليج السويس 3.5 متر غابة للخميس هيكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة فلسه هنحكي بالأجواء أكتر فيها انخفاض في درجات الحرارة الخميس والجمع إن شاء الله مع استمرار نشاط رياح واستمرار فرص خط الأمطار وأيضا اتراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط فعشان كده استادة الصياطين واستادة المواطنين نتجنب نزول البحر الأحمر أو المتوسط خلال فترة الإتراب اللي هي مددها 72 ساعة إن شاء الله كمان بقدر الإمكان فترات الليلة لو احنا هنخرج لازم نرتدي على أل الملابس الشتوية مش عاوزيننا نخدع بالدفع فترة النهار والاستقرار فترة النهار لأن فترات الليلة لازم نحتاج الملابس الشتوية خاصة ساعات الليلة متأخر فترة الصباح الباكر بقدر الإمكان فترة النهار نتجنب أساعد الشمس عشان ندخل نحن نحس الدراجات الحرارة أعلى وإحنا صيبين وكمان مهم جدا الفترة دي فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة مهم يوميا نتابع نتجن جوية طيب دكتورة مونار إمبارح هيئة الأرصاد إمبارح الفجر حذرت من انذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط إيه اللي هيحصل وإزاي حتى تأثر حركة الملاحة بارتفاع الأمواج؟ هو طبعا فيه سرعات رياح على البحر المتوسط سرعات رياح تصل لـ 60 و70 كيلومتر على الساعة فده الدوره هيئدي ليه ارتفاع الأمواج وتوصل الأمواج على البحر المتوسط ما بين 3 إلى 4 متر فهيكون غير مؤهل لأي أعمال صيد وملاحة بحرية يمكن دي قد ممكن لإغلاق بعض المواني كمان لأن ارتفاع الأمواج هيكون عالي كمان البحر الأحمر أيضا أظلنا ليه أنذار لأن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر غدا الخميس إن شاء الله يكون 5 متر من 4 إلى 5 متر فمهم جدا ناخد بالنا من ارتفاع الملاحة البحرية على البحرين بقدر الإمكان استداء المواطنين نتجنب أعمال التنزل في البحرين الأحمر والمتوسط استداء السيادين نتجنب أعمال البحرية أو أنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط لمدة قدر في الاستراب نساء الله بنشكر حضرتك دكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية وتعالوا مع بعض كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة درجة الحرارة العظمة 22 وصغرى 13 العاصمة الإدارية 22-14 الإسكندرية 19-14 والعالمين الجديدة 20-14 مطروح 19-13 ودمياط 21-15 أما بورسعيد 20-15 والإسماعيلية 23-13 ونروح للسويس العظمة 22 وصغرى 14 أما في العريش 21-13 في كاترين العظمة 18 والصغرى 7 وفي طوباء العظمة 24 والصغرى 14 حلايب 26-16 وشلاتين 29-19 شرم الشيخ العظمة 30 والصغرى 19 أما الغردقة العظمة 30 أيضاً ولكن الصغرى 17 في الفيوم العظمة 25 والصغرى 12 وفي بني سويف العظمة 25 والصغرى 12 أما في الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمة 32 والصغرى 13 وفي أسيوت العظمة 27 والصغرى ستكون 12 في سوهاج العظمة 29 والصغرى 13 إنه 32-14 الأقصر 33-15 وفي أسوان 33-16 ودلوقتي عودة لزميل في الستوديو مننا وعبد السمد ومتابعة باقي فقرات برنامج صباح الخليا مصر شكراً لك يا هلا وشكراً موصول طبعاً لدكتورة من الرجل شكراً لك